يسرنا أن نرحب معنا هنا بالستوديو بي المشرف فني ريديو من في نادي أبو ظبي للزوارق السريعة ناصر الظاهري صباح الخير ناصر أهلا وسهلا بك معنا بي الصباح اليوم نتحدث ربما عن هواية هوايتك المفضلة يمكن كيف تحولت هذه الهواية من هواية إلى الرياضة ثم تحدي وبعد ذلك مسابقة هذه المسيرة الطويلة شكرا على سطافة والسلام عليكم ورحمة الله الهواية أصبحت حرفة طبعا بعد حبنا للبحر هوايتنا للبحر سباغات الجاتسكي ومن ثم الزوارق السريعة الخشبية وبعدها سباغات الأوفشور طبعا هذه تعطيك حماس أكثر عن اللازم وخاصة في سباغات الفورملا التي هي الأصعب والأسرع على مستوى الرياضات البحرية فتختلف أيضا السباغات من الأوفشور والأنشور وهي الفورملا والأكسكات وما شابه نعم اليوم من الأشخاص المؤهلين أن يقوموا بهذه الرياضة بشكل عام؟ طبعا اختيار المتسابقين يتم عن طريق فيه لجنة وأيضا مسيرة المتسابقة والأكسبرينس ماله من خلال مشاركات البحرية سواء كان معنادي سواء كان شخصي فتعرف المتسابق من نشأته للبحر أو من حبه للبحر وأيضا من المراكز أو البوزيشنز اللي يحصل عليه أثناء السباغات طيب عندما نتحدث عن قوارب سريعة في عنصر الخطر مع السرعة أهمية اليوم الالتزام بمعايير السلامة وغيره في هذه الرياضة؟ طبعا هم شيء سلامة المتسابق وهناك أيضا منظمة منظمة الأمن والسلامة في الاتحاد الدولي كل زورقة يجب أن يكون مقاس تحت معايير معينة للسلامة سواء كانت الكنوبي سواء كان الهلمت أو الريسينج سوت وأيضا سترة النجاة نعم اليوم شو طبيعة التدريبات التي يعني بيخضع للمتسابق بشكل عام؟ طبعا كل منتسابق لها رخصة قيادة وهي يسمونها السوبر لايسن كل سنة تنتهي وأيضا هو لها فحوصات طبية معينة وأيضا ليس هناك سقف لعمر المتسابق يعني فيه متسابقين في الفورمولا وتوصل أعمارهم في الـ 56 أو 58 سنة وتحصلين لائق طبي ويحصل على مراكز متقدمة من الثلاثة الأوال جميل يعني مش مثل رياضات أخرى يمكن إلى عمر معين لا أبدا طيب خلينا نتحدث أيضا عن سرعة هذا الزوارق أدي السرعة القصوى وعن المسابقات اليوم الإقليمية والدولية الأبرز في هذا المجال طبعا سرعة الزوارق الفورمولا 1 توصل ما بين 230 إلى 240 كم في الساعة الفورمولا 2 تختلف لأن المكينة أصغر توصل ما بين 190 إلى 200 كم الأوفشور طبعا نهج الثاني يختلف عن الفورمولا 2 توصل لسرعات ما بين 120 إلى 130 مايل طبعا بحكم الوزن بحكم الأطوال أيضا تختلف المسابقات الدولية طبعا نتكلم عن نادي بوظبي نادي بوظبي شارك فيه كذا مسابقة اللي هي الفورمولا 1 والفورمولا 2 والإكس كات وأيضا الدرجات المائية وحاليا الشباب يسابقون في الصين والله يوفقهم إن شاء الله طب نصر هلأ عم نشوف أدامنا هنا على الشاشة مجموعة من الفضاءات أو المجالات البحرية اللي بتنفيه هذه النوع من السباقات شو مميزات هذه المجالات يعني كيف يتم اختيارها وشو أشهر الحلبات بالعالم بهذا الإطار طبعا نشوف عندك أنت بوظبي كانت نظمة هذه الجولة من 25 سنة وحصلت على اليوبيل فضي في هذا التنظيم الفورمولا 1 طبعا من أشهر سباقات وهي الأصعب نوعا ما في سباقات البحرية لأن الالتفاف نحو المسار السباق يحتاج الإنسان يكون لاق صحيا لأن نسبة الجلدبية الأرضية أو الجيز في الالتفاف على سرعة توصل ما بين 6.5 إلى 7 جيز فإحتمال إذا لم يكن المتسابق لاق صحيا يصير فيه كومة ويصير فيه غماء خلال فترة الالتفاف نعم نقول يعطيك العافية ونتمنى لك التوفيق في هذه الهواية المسيرة حقيقة مشرك فني راديو مان في نادي أبوظبي للزوارق السريعة ناصر الظاهري أهلا وسهلا شكرا لك وانهارك سعيد ياكو الله